فقرة رقم واحد وهذه فقرة رقم اثنان الفقرة الأولى هنا تتحدث عن العلم يتقدم كل يوم كل يوم يتقدم العلم أما الفقرة الثانية تتحدث عن بصمة العين وهي من أبرز مظاهر التطور من أبرز مظاهر التطور التقني في مجال حفظ البيانات ونأتي إلى الفقرة الثالثة وهي تتحدث لنا هذه الفقرة عن الروبوت في مجالات التطور التقني دعونا نرى الروبوت وفي مجال آخر أصبح باستطاعة المرء شراء رجل آلي روبوت أو استئجاره وبرمجته لتنظيف الأرض إذن هذه استعمالاته أو التأكد من سلامة المنزل من تسريب الغاز مثلا والغريب أن العلماء يفكرون في تأهيل هذا الرجل الآلي ليصبح قادرا على تركيب نفسه في دقائق والانتقال من مكان إلى آخر من غير أي تدخل بشري من غير أي تدخل بشري والوصول إلى أماكن لا يستطيع البشر الوصول إليها بسهولة ويسر ولا سيمة في أبحاث الفضاء وتتواصل جهود العلماء حاليا كي يصبح هذا الرجل الآلي متاحا للجميع إذن هذا التطور التقني الثاني الروبوت الفقرة الرابعة ستحدث لنا هذه الفقرة عن تقنية جديدة وإبداع علمي آخر وهو حقنة الأكسوجين حقنة الأكسوجين وهل فكرنا يوما بأننا لسنا في حاجة إلى استنشاق الأكسوجين تبدو الفكرة وكأنها من وحي الحيال بيد أن بعض الأطباء نجحوا في التوصل إلى حقنة تبد مجرى الدم مباشرة بغاز الأكسوجين فتحتوي الحقنة على جزئات دقيقة تتكون من هذا الغاز وطبقة واحدة من الدهون تصل إلى مجرى الدم مباشرة عن طريق الوريد وقد تمت تجربتها بنجاح على الأرانب مما جعل مستويات الأكسوجين لديها قريبة من الوضع الطبيعي فهل سيأتي اليوم الذي يستغني فيه الإطفائيون والغواصون مثلاً عن أسطوانات الأكسوجين دان هذه الفكرة تحدث عن حقنة الأكسوجين التي تغني الكائن الحي عن استنشاق الأكسوجين ترجمة نانسي قنبات